اسمي الاب والابنة وروح القدسة الواحد امين المطلوب ان احنا عايزين نربط قراءات الجمعة العظيمة المطلوب هو موضوع القراءات وتربطها ببعض طبعا قراءات الجمعة كبيرة كبيرة جدا 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 ولازم عشان نخش في قراءات دي عايز اقول مدخل كده الاول احنا عارفين ان ربنا يسوع المسيح بعد ما كان في جسيمانيو بالليل وجم ابضوا عليه بالليل وخدوه راحوا على دار رئيس الكهنة اللي اسمه حنان رئيس الكهنة حنان ده رئيس كهنة غير شرعي او يعني مخلوع بس هو كان المتحكم والمتصرف وشخصيته قوية وكان انسان صعب جدا جدا وغاني جدا وكان لغته صلت كبير هو التقريب اللي بيحكم رغم ان هو الرئيس الكهنة غير الشرعي يبقى دي اول ده بقى بعد الساعة 12 كده او في حدود الساعة 12 او قرب الساعة 12 بالليل ليلة الجمعة راحوا عند حنان وقعد برضو يتكلم مع المسيح والخدم بتاعه يستهزأوا بالمسيح والكلام ده كله بعد كده خدوا المسيح وراحوا على رئيس الكهنة الشرعي اللي هو قيافة ده قاعد بقى معاه المجلس بتاعهم وفي دار رئيس الكهنة قيافة وبعد اول مرة كان عند حنان وبعدين خدوا المسيح وراحوا عند قيافة ده رئيس الكهنة الشرعي بقى واللي معاه المجلس الشرعيين بس احنا كنا بالليل كده وطبعا عشان بالليل هم بيلفقوا التهم لكن لازم يحبكوها ان تكون بالنهار وتكون في المكان الصح هناك بقى عند قيافة قاعد بقى المسيح مدة طويلة جدا يحوروه ويستهزأوا به وده هو ده القيافة ده اللي قال خير في الوقت ده قال خير ان يموت واحد عن الشعب من ان تموت الامة كلها وكان ده بيتكلم طبعا بنبوة عن السيد المسيح وفي الوقت ده اللي هو عند قيافة في الوقت ده التداولد قاعدوا يحوروا في المسيح ويتكلموا معاه وانت ابن الله انت نبي والخدم بقى يستهزأوا به وكلام ده كله في الوقت ده دخلنا على الفجر او قرب صياحة ديك كان بطرس برة وانكر بعد ما خلصوا القصة ديت دخلنا كده في الفجر كده تقريبا قال لك بقى لازم بقى الجلسة دي تبقى جلسة رسمية جلسة رسمية ان هما يبقوا عند يخدوا بقى يروحوا على الهيكل اللي هما كان بتوع المجلس السينهدريم ده ويعملوا الجلسة تبقى يعني ايه رسمية هما خلاص مرتبين كل حاجة اه واتفقوا خلاص ان هما يعني عايزين يسلوبوا المسيح لكن راحوا الهيكل وبقى ديه تالت مرة يبقى اول مرة عند حنان بعدين عند قيافة وبعدين مجلس مع قيافة في الهيكل مع المجلس السينهدريم بقى رسمية بقى يعني جلسة رسمية يعني بيوفاوا الامور ان هتطلع حاجة رسمية وخلاص ده ليهم مكان في الهيكل بتعلم السينهدريم ده بعد ما خلصوا القصة دي احنا دخلنا دلوقتي في الصبح تقريبا خدوا المسيح وراحوا به على اه قال لك احنا حكمنا عليه بالموت بس هما ما لهمش حكم ان هما ينفذوا الاحكام فراحوا به على الوالي اللي هو بلاطس وادوه عندي بلاطس احنا كده الوقت هنبتبدا نخش بقى في الفجر اللي هو اول ساعة في ساعات الجمعة الكبيرة هنأول ما هنقرأ في القراءات بتاعة الساعة الاولى في الجمعة الكبيرة هنبتدي يلاقي نلاقي كده اول حاجة في القراية ان هما خدوا المسيح وبعد ما تدولوا في عندما رئيس الكهنة خدوا وراحوا على بلاطس عند بلاطس بقى برضو قاعدوا مدة كبيرة احنا الوقت في الساعة الاولى اللي يبتبقى الساعة ستة صباحا بالنسبة للكنيسة يعني الساعة الاولى ستة صباحا الساعة التالتة تسعة الساعة الساعة ستناشر الظهر فراحوا عند بلاطس وهناك عند بلاطس بقى ابتدت الايه هيك فظيع ومجسلطين الناس ويقال ان هما راحوا الجنود بتوع بلاطس دول راحوا رشوهم فكانوا بيعملوا المسيح بعنف فظيع وهناك عند بلاطس ابتدوا يقولولوا ده مجدف ده ضد الامة ده ضد قيصر ده عايز يعمل نفسه ايه واحنا ضد شريعتنا واحنا لازم يحكم عليه بالموت ويغلوشه وخلوا الناس تتهيص وتعمل عشان عايزين يأثروا على بلاطس ان هو يحكم زي ما هم عايزين وزا ما احنا عارفين في الوقت ده كله كل شوية ان بلاطس بلاطس يقول ايه يقول لهم انا مش شايف فيه اي علة انا ان شايف الشخص ده ما عندوش يقول له لا ويجوا تاني يجي بلاطس يروح يقعد مع المسيح يقول له وانت ابن الله هو انت كذا يرجع قلهم الراجل ده ما عندوش اي علة تلاقي بقى الارايات بتاعت باكر تلاقي محبوكة وجميلة هو احنا في وقت كده في الوقت ده كانوا عمالين يجيبوا شهود زور وعمالين لفقوا تهم وجيبوا ناس تتكلم تبص تلاقي الارايات بقى على الاحداث اللي انا حكيتها دي تلاقي الارايات عجيبة وجميلة جدا كل القراءات المختارة في اسبوع الالام او في الكنيسة ابا قدسين ملهمين بالروح القدس تلاقيهم بينقوا الاراية بدقة عجيبة فتلاقي في باكر مثلا نبوة اول نبوة تلاقيها من سفر التسنية يقول لهم كده موسى في سفر التسنية بيقول لهم لأنكم عملتم الشر لاغازة الرب ففزعت واسغضب الله عليكم ليبيدكم وغضب الرب عليكم وبعدين تلاقي في اشعياء يقول لك ايه اسمعي اياتها السماوات واسغياتها الارض ربيت بنين ما هم دول اموا بقى على المسيح ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوني الثور يا عرف قانية والحمار دول بقى الناس اللي ايه ما تهيج على المسيح دولا اللي المسيح عمل لهم معجزات وشفى مرضاهم وياما عاش معاهم يجي يقول لهم الثور يا عرف قانية والحمار ما علف صاحبه اما اسرائيل فلا يعرفني وشعبي لم يفهمني ويلل الامة الخاطئة الشعب الممتلئ اسما وتلاقي النبوات ماشية بتتكلم على الطريقة اللي كان بيعملوا معها المسيح في فجر ايه يوم الجمعة ده او في قرمية مثلا يقول لك يا ارضي اكتبوا هذا الرجل عقيما رجل مرزول ومنبوز لا يصير عظيما في ايامه لا يكبر من زرية الانسان يجلس على كرسي داود رئيسا على الارض ايها الرعاة المفسدون المبددون في مكان رعياتكم طبعا الاوامة اللي اموها ضد المسيح كان برئاسة رئيس الكهنة والكهنة ومنجل السنهدريم هم اللي هيجوا الشعب وخلوا الشعب يمشي وراه دا بالنسبة للنبوات هتلاقيها كلها بتشاور على تصرفات اللي حصلت في الوقت دا ان هم ضد المسيح وان هم تشاوروا عليه وان هم قاعدوا يامل تبص تلاقي المزمور بقى المزمور عجيب قوي بتاع اليوم دا شوف المزمور يقول ايه لانه قام علي شهود زور هم كانوا عاملوا يدوروا على شهود زور المزمور اللي قابل المسيح بألف سنة بيقول ايه لانه قام علي شهود زور وكذبت ظلم لذاته قام علي شهود جور وعم لا اعلم سألوني جازوني بدل الخير شرا صارين على اسنانهم شوف الحبكة الجميل في اختيار المزمور انه بينطبق على الساعة الاولى بالزبط وبعدين ايه الاراءات بقى الاناجيل اتلاقي زي ما انا حكيت من شوية يقول في انجيل معلمنا متى ولما كان الصباح تشاورة جميع رؤساء الكانة وشيوخ الشعب دي ايه دي الجزء اللي هو اخر حاجة في ايه في الحاجات الدينية بتاعته على يسوع لكي يقتلوه فاوسقوه واخذوه واسلموه الى بلاطس الوالي حين يزي لما رأى يهوزة الذي اسلمه انه اول ما حتة دي انا برضو ما حكتهاش اول ما طلعوا بقى من المجمع اللي عملوه ده وراحين على بلاطس كده يهوزة اتاكد خلاص ان المسيح حكموا عليه فطلع جاري يائس ويعني حس بقى الحكاية بقى تجد ان المسيح هي موتوه فطلع جاري وخد الفضة اللي خداه وراح رمهالهم في الهيكل وقال لهم زي ما انتم عارفين وراح شنق نفسه ده يبقى يهوزة في الوقت ده بعد الثلاث محاكمات الدينية ديت قبل ما يروح عند بلاطس لانه هم خلاص خدوا قرار يعني حين ايز لما رأى يهوزة الذي اسلمه انه قد دين ندم ورده الثلاثين من الفضة والقصة دي كلها قالوا له انت اصرف وفي نبوة برضو احنا ما قرناهاش نبوة في صفر ارمية موجودة برضو بتقول اخذوا الثلاثين من الفضة سمن المسمن الذي سمنه برضو ستلاقي النبوة دي موجودة في باكر برضو اخذوا اسلموا الى بلاطس فسأله بلاطس وقف بقى المسيح قدام بلاطس فسأله بلاطس هل انت هو ملك اليهود اما هو فاجابه قال ان انت تقول وكان الرؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا ثم سأله ايضا بلاطس قال اما تجيب بشيء انظر كم يشتكون اما يسوع فلم يجب بشيء حتى تعجب بلاطس المسيح كان قدام بلاطس وقف كتير ما يتكلمش ولما هنشوف دلوقتي وودع عند هيرودس وقف هيرودس ما صدق قالك ده انا من زمان عايز يشوف المسيح ده وعايز اسمع منه واشوف منه معجزة ومش عارف ايه فوقف المسيح بلاطس هيرودس يجيبه الشمال ويمين المسيح ما تكلمش بخالص ليه بقى لان عارف ان ده عمره ما هيقامن ولا يقصد ابدا بالاسئلة والمعجزة من اقامن فخلص ده مالوش منوش فايدا المسيح مارودش عليه فعشان كده المسيح كان صامت يعني عشان خاطر انت ملكش ده في انجيل معلمنا لقى برضو يقوله لما كان النهار اجتم عشيوخ الشعب وروا اسأل كهن وكتبوا واخذوهم وحكمتهم ومن الان يكون ابن الانسان جالسا عن امنا الله فقال الجميع انت اذا ابن الله فقال لأنت تقولون اني هو اما هم فقالوا ما حاجتنا بعد الى شهاد فاننا نحن قد سمعنا من فمي فقام جمعهم كلهم وجاءوا الى بلاطس وطفقوا يشتكون عليه قائل اننا وجدنا هذا يفسد امتنا شوف الشكوى اللي بالتلفئات اللي فوق على المسيح ويمنع ان نؤدي الجزية لقيصر طوال مسيح عمرو معامل كده قال من عن نفسه انه اني انا هو المسيح الملك فسأله بلاطس انت ملك اليهود اما هو فاجابه انت الذي تقول فقال بلاطس لرئيس الكهنة والجمع اني لا اجد على هذا الرجل علا واما هم فكانوا تشددون قائلين انه يهيج الشعب اذ يعلم في اليهودية كلها مبتدئة من الجليل الى هنا فلما سمع بلاطس فسأله هذا الجليلي لما بلاطس بايع عرف قال له ده من الجليل قالك بس ابعاته عند هيرودس هيرودس هو اللي مسك منطقة الجليل فقالك ابعاته عند هيرودس عشان يعني يخلص من الموقف انه هو حسن مسيح بريء وهم ضغطين عليه فبعته لهيرودس طبعا هناك رأى عند هيرودس زي ما قلتلكم ولما علم انهم سلطنة هيرودس ارسال هيرودس فلما رأى هيرودس يسوع فرح جدا لانه من زمان طويل كان يريد ان يراه لما كان يسمع عنه وكان يرجو ان يرى منه آية يصنعه وكان يسأل في كلام كثير فلم يجبه بشيء وكان يرجو ان يرى منه آية اصنعها وكان يسأله في كلام كثير فلم يجبه وكان رؤساء الكهنة والكتب ووقفين يشتكون كثيرا تنين وقفين عمالية اشتكوا ويهيجهم بازدراء هيرودوس وجنوده وهزق به فهيرودوس هزق به وألبسه ثوباً لامعاً ورده إلى بولوس جيه بقى لما لقى كده ساكت ساكت احتقره وجيه ملبسه سوب كده أرجواني استنعمل استهزاء وجيه مرجعه لبلاطوس تاني دي الأحداث اللي هي كانت موجودة في باكر ودي إراياتها المتربطة ببعض لغاية ما في الحديث مع بلاطوس قال له أجاب بلاطوس قال علي أنا أيضاً يهودي فماذا فعلت أجاب يسوع أن مملكتي ليست من هذا العالم لو كانت مملكتي من هذا العالم كان خدام يحاربون عني لكي لا أسلم إلى اليهود والآن مملكتي ليست من هذا العالم نيجي بقى للساعة الثالثة اللي بعد كده الساعة الثالثة هنبتدي من بعد ما بلاطوس قعد يساوم معاهم وبعدين قال لهم تب فيه واحد مجرم أطلقه لكم قالوا له لا لا اطلق برباس ووصل بالمسيح اطلق برباس ووصل بالمسيح قعد بلاطوس عمال يحاورهم كل شوية يقول لهم أنا بريء الراجل ده بريء ما عملش حاجة لغاية ما آخر مزيع منهم راح أغسل إيده لما امراته بعثت له وقدت له إياك وزاك البار راح أغسل أديه وقال لهم أنا بريء خذوا انتوا بقى واتصرفهم لأنه كان عايز يطلق المسيح ويصلبه برباس لكن هما اختاروا المسيح يتصلب ويطلقوا المجرم وهو ده اللي بيعملوا المسيح فعلا انه جاي يصلب ويموت ويطلقنا احنا المجرمين في الساعة الثالثة الأحداث بتاعتها بقى احنا دلوقتي ابتدينا عند بلاطوس وبعدين لما بلاطوس مش قادر انه هو يطلع المسيح فخدوا وجلدوا أما رؤساء الكهنة والشوخ حردوا الجمعة نطلبوا برباس فأجاب الوالو قال من من الاسنين تريدين اطلق فقالوا له برباس فماذا افعل بيسوء قالوا ليصلب ليصلب فازدادوا سياحا اصلبه فلما رأى بلاطوس والله تنفع بالحال هي احد الشغب اخذ واغسل ايده ده كلام ده في ارايات متة وبعدين دخلوا جوه وجلد المسيح قالك اجلده لعلهم يحنوا عليه ويطلعوه فلما جلد المسيح طبعا زي بقول لكم ان اليهود كانوا راشوا الجنود بتاعه بلاطوس دول فهم جلدوا المسيح بقص وفظيع جدا وجم من نفسهم كده بقى بالاستزاء والضرب واللطن كانوا متواصلين اوي واخدين رشاوي جامدة وجمعة من الوكيل شوك وبقى جيه بلاطوس طلعوا قدام الشعب وقدام اليهود قالهم هو زي الملك خلاص بقى يعني شايفين منظروا بالجلد ومكيل الشوك اللي علهم يحنوا ويطلقوه قالوا اللي يصلوا بلوصب قال لهم خلاص خدوا وروحوا بيه دي احداث الساعة التالتة اللي هي ساعة تسعة صباحا وطبعا الكلام ده بياخد وقت يعني يخش بلاطوس ويغيب جوه وبعدين يطلع يكلمه وبعدين الوقت تاخد بقى انت الوقت ده كده وانت ماشي عشان كده يقول لك ايه ان اخذوه الساعة التالتة وصلبوا لا ده الحكم طلع الساعة تالتة وابتدوا بقى يمشوا بالمسيح ويخرجهم عشان يروحوا بيه الجلجوس وهكذا القراءات كلها تمشي يعني انا مش هطبعا مش هقدر اتكلم على كل حاجة لكن لو احنا بهدوء كده ناخد القراءات نربطها المزمور مع الاناجيل مع النبوات هنلاقي نفس الاحداث بالزبط مختارة بدقة جميلة جدا ويبقى لو مشينا كده مع الارايات الكنسية هناخد قصة صلب المسيح من ساعة ما كان ومعه بالليل لغاية الدفن ولغاية الايامة هنلاقيها موجودة في القراءات الكنسية بدقة وبحق من العهد القديم من المزامير من الاناجيل مع طبعا الحان الكنسية والتقوص الكنسية بنحس ان احنا عايشين هذا اليوم مع المسيح بالزبط طبعا ارجو ان انتوا تكملوا بقية الارايات دي مع بعض وتشوفوها لالهنا المجد الدائم الى الابد